توجد جمعيات للمثليين وليس هناك من يشعر بالقلق من شفافيتهم إنها مؤسسات كبيرة بصورة مذهلة تنتشر حاشية الدولة البريطانية العميقة في كل مكان ويفعلون ما يرغبون في القيام به ولا يطالبهم أي شخص بالشفافية بل يخبرون الفقراء فقط أن يكونوا ذوي شفافية لأنهم يعلمون أن المسلمين ذو طبيعة خجولة حيية وعادات قويمة وسلوكيات جيدة فهكذا تربى المسلمون لقد تربوا على أن يكونوا خجولين وانطوائيين فقد نشأوا على دين الاستقامة والسلوكيات الحسنة والآن تنفصل قواعد الدين عن قواعد العرف والسلوكيات الحسنة يبلغ عدد هذه القواعد أكثر بكثير من قواعد الدين على سبيل المثال أمام كل قاعدة دينية توجد ألف قاعدة من السلوكيات الحسنة وهذه أيضا قواعد دينية مؤثرة إنهم يقولون إن هذا سفاهة إلى ما يستندون يقولون إن هذه سفاهة على سبيل المثال عندما تضع المرأة قدما على قدم يقولون إن هذا سلوك غير ملائم على سبيل المثال عندما ينظر المرء إلى الناس في وجوههم يقولون إن هذا لا يجوز إلى ما يستندون فيجيبون أخبرني شيخي إن ما يتفوهون به عن العادات والسلوكيات الحسنة هو الدين جديد لذا عندما يغمرون المسلمين بهذه الأشياء يصير إخواننا المسلمون مرتبكين إذا جاز التعبير على سبيل المثال عندما يشاركون في اجتماعات المسلمين يمكن للمرء أن يتعرف عليهم على الفور من سلوكهم المتوتر إذ يضعون أيديهم على ركبتهم ويجلسون ساكنين وينظرون حولهم في قلاق بعبارة أخرى تميزهم الطريقة التي يرتدون بها الملابس والطريقة التي يتحدثون بها والطريقة التي يحفون بها شواربهم إنهم يعذبون أنفسهم بلا داع ولكن بكل تأكيد يفعلون هذا من أجل مرضات الله